تتميز شواطئ قواس بريش بجمالها الطبيعي وبرمالها الذهبية على مساحة تزيد على 6 كم من وادي تهدارت إلى حواف مدينة أصيلة هي ملاد هادئ ومثالي للزوار والمصطفين وما يجعلها مميزة أكثر هو بقاؤها على سجيتها الأولى حيث لم يتأثر جمالها بالتطور العمراني الكبير الذي مس عددا من الشواطئ بالمنطقة شاطئ جماعة قواس بريش شاطئ جداب وخلاب يمتد على المسافة التي تتراوح بين 6 إلى 7 كم يربط بين مدينة طنجة ومدينة أصيلة ومتنفس في نفس الوقت للناس الذين يمرون الطريق الوطنية الذين يجبرون فيها الراحة لهم شاطئ هذا يمتد بالريمال الذهبية مناظر خلابة خصوصا أننا اللي خصنا نحن خصنا التجهيز ديالي خصوصا الشركات أو الجهات الدائمة لا يوجد شيئا ما لدينا صفة نهائية كانت طلبون الجهات المختصة ينفتحوا إلى جماعة بريش يكتشفوا جماعة بريش هناك جماعة كان رحبوا بأي نشاط اللي عيتقام على الجماعة ديالنا سياحي تعتبر تنمية شواطئ بريش مطلبا ملحا للساكنة والزوار والفاعلين المحليين على حد سواء مطالبين بضرورة استغلال الإمكانات السياحية لهذه الشواطئ لتعزيز حياة المجتمع المحلي ولتوفير الفرص عمل جديدة شاطئ ديالبريش هو صراحة شاطئ ديالنا اللي صراحة من الإقليم ديالنا اللي كان جيولو وكنستمتعو فيه خصوة شوي جيالإمكانية تطور شوية وخصوة يهتمو به كل شيء ذا طبيعة دياله يعني ذاك شيء مزيون في زعم الصارح ولكن نخصوة شوية ديالإمكانية تطور شوية شواطئ بريش تعد وجهة استثنائية للاستياف وحلقة وصل بين مدينة سيطنجة وأصيلة جمالها الطبيعي ورمالها الذهبية تعتبر رأس مال المنطقة وسيلة لتنميته الاقتصادية فتعزيز البنية التحتية والاستثمار سيمكن من تطوير هذه الشواطئ وجعلها واحدة من أهم الوجات السياحية في المنطقة خاصة أنها تستقطب كل صيف آلاف الزوار